نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في محافظة لاحق ورشة عمل لمناقشة الواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في المحافظة ضمن مجلوع تعجيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في بلادنا والذي ينفذه برامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتخاذ الأوروبي وشارك في الورشة قيادات من السلطة المحلية بالمحافظة والقطاع الخاص ومنظمات عاملة في التمكين والاقتصادي وذلك لمناقشة مخرجات الدراسة التشخيصية لتقييم الوضع الاقتصادي وفرص الاستثمار في الغطاعات المختلفة لتعجيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة والركود الاقتصادي الراهن جرى تأثيرات الحرب من خلال تشخيص الوضع الاقتصادي الموجود وبئة المناخ الاستثمارية نعود على هذه الدراسة التي تمت ومخرجات هذه الدراسة الاقتصادية التي تلبي طموح الاجتماع في محافظة العقل من خلال وجود كثير من أساسيات النقاح في القوانب الأمنية والاستثمارية نؤمل على أن هذه الدراسات سيتم تسويقها إلى جهات الدولة وإلى جهات المانحين سواء الداخلية أو التجار أو المانحين والشركات الاستثمارية في الخارج ونعطي انطباع كبير على أن اللاحج هي بئة مناخ آمنة قيادة طلطة محلية وأمنية تعمل على تسجيل كثير من المناخ الاقتصادي وتسجيل إقراءات الاستثمار لاحق فيها فرص كبيرة جدا سوف تظهر من خلال مخرجات هذه الورشة لكن هي بحاجة لمن يتدخل فيها وخاصة قطاع المال والأعمال قطاع المال والأعمال كبير وكثيرين لمن يشتغلون في هذا الجانب المحافظة العقل لكن فعالية الأداء ضعيفة حتى الآن لا يتناسب وما هو مطلوب من تحديات في محافظة الحكم السلطة المحلية تعمل بجد وتحاول أن تخلق فرص كثيرة لانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة أخرى والخروج من حالة التعافي والطوارئ إلى مرحلة التنمية المستدامة ولكن حتى الآن الجانب رجال المال والأعمال لا نرى منهم مثل ذلك الدور الذي افترض أن يلعبوه